النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أصل الاتحادية السيد محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد وأكد فخامة الرئيس خلال هذا اللقاء على حرص مصر الكامل لتقديم الدعم لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية وتطوير العلاقات ما بين البلدين واللي تراسخت دائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد الرئيس الراحل التشادي إدريس دبي طبعا واللي تم اغتياله رحمة الله عليه وبالمناسبة عشان برضو تبقى فاهم العلاقة ما بين مصر وتشاد علاقة قديمة جدا جدا وعلاقة طول الوقت كانت فيها الإيجابية وبالمناسبة برضو علشان تعرف انه جزء من الحاجات العظيمة اللي قام بيها الرئيس التشادي الراحل الشهيد إدريس دبي انه كان من ضمن الناس اللي شاركت بفاعلية في مواجهة الطيارات المتطرفة اللي موجودة في إفريقيا وعلى رأسها تنظيم بوكو حرام واللي بيتمدد من جوه نيجيريا ليغزو الغرب الإفريقي ويدخل إلى وسط إفريقيا تشاد بلد مهم من حيث الجغرافيا سرة إفريقيا زي ما بيتقال تشاد بلد مهم من حيث الموارد تشاد بلد مهم من حيث السياسة بلد فعلا مهم ومن هنا بتلاقي تأكدات الرئيس باهتمام مصر بمواصلة التعاون مع تشاد ده طول الوقت ده طبعا زي ما حادكم شايفين جانب من اللقاء هنعمل بقى دعم في بناء القدرات تنمية وساكل أساكل الكوادر الالتشادية في مختلف التخصصات ويستمر التعاون والإخاء مستمر أو إن شاء الله إلى الأبد مع تشاد لحد بإذن الله ما تعدي يعني بإذن الله